وجه الرئيس عبدالفتاح سيسي بأهمية مواصلة الهيئة العربية للتصنيع العمل لتلبية متطلبات خطط التنمية المستدامة للدولة وبما يتفق مع سياسة تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مصر ومواكبة التطور العلمي المتلاحق في المجال الصناعي جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس سيسي مع اللواء مختار عبداللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض نشاط وخطط مشروعات ومشروعات الهيئة العربية للتصنيع في مختلف المجالات المدنية والعسكرية حيث طلع السيد الرئيس على استراتيجية تطوير الهيئة خاصة ما يتعلق بزيادة القدرات التصنيعية والتكنولوجية لمصانعها وتحديث خطوط الانتاج بما يتوافق مع الثورة الصناعية الرابعة إلى جانب تدريب الكوادر البشرية على استخدام المعدات الحديثة ذات الانتاجية والدقة العالية وكذا الاهتمام بالبحوث الفنية لا سيما من خلال أكاديمية الهيئة للتدريب الهندسي بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي ترجمة نانسي قنقر